نشرة الأخبار من التلفز الوطنية التونسية نستهلها بالعنوين مجلس النواب يعقد أولى جلساته بتركيبة جديدة أفرزتها الانتخابات التشريعية اليوم الاثنين وأمان المعلقة على دور هذه المواسسة التشريعية في خدمة مطالب الشعب والتنمية تعطل إنجاز عدد من المنشات الرياضية العمومية يعيق تطور الانشطة الرياضية ووزارة الاشتراف ترجع البطا في الإنجاز إلى نقص الموارد البشرية الفنية على المستوى المحلي استشادوا ثلاثة فلسطينيين برصاص المحتل اليسرى لي في نابلس وفرضوا قيود صارمة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى منتصف العلمتون سهلا بكم سنة وقرابة ثمانية أشهر مرت على حل البرلمان القديم وبعد هذه المدة تفتح غدا أبواب مجلس النواب من جديد في جلسة افتتاحية تنتظم بعض الانتخابات التشريعية التي أفرزت تركيبة جديدة لنواب الشعب وفق تراتيب العمل في الجلسات الافتتاحية للمجلس النيابي أكبر نواب سنة سيترأس الجلسة يساعده في ذلك أصغر النواب والنائبات سنة وستشهد الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس البرلمان بالأغلبية المطلقة وفي صورة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية من الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المرشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات كما ستشهد الجلسة تكمن لجنة إعداد النظام الداخلي وتعتبر صيغة النظام الداخلي من بين أبرز التحديات التي يواجهها البرلمان الجديد للقطع مع عديد الإشكاليات التي شهدها المجلس النيابي السابق وعن طبيعة العمل النيابي في المجلس القادم كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قلامسي في تصريح أعلامي أثناء زيارة لدار سنيب لابراس إنما يحصل اليوم عديد النواب لتكوين كتل النيابية برلمانية بتأمرا من التاريخ أعتقد أنهم في ذاهم دستور 2014 أرام خارج التاريخ ما نتحدث عن هذه البيع والشراء والكتل خارج التاريخ لأنهم ما ينساوش وأنهم تحت رقابة الناخبين اللي اتحدث فيه غدوة اللي موجود في الديف ولا دوز واللي هو بشي يشارك في صنع القرار ما نعني عن طريق الانتخاب على الأفراد وبتبيعة الحال ويكون النائب مسؤول وثم هذا التداول الهدف منه يكونش واحد يمشي على خمسة سنين ما تعرفش يكون بيجي بعد وقد ضبط دستور 22 و 2000 في القسم الأول من الباب الثالث الذي يحمل عنوان الوظيفة التشريعية من الفصل السادس والخمسين إلى الفصل الثمانين صلاحية المجلس النيابي الجديد وسير عمله وينتظر أن يكون المجلس الحالي وفق عديد المتابعين مختلفا عن سابقه الذي عاش على واقع حالة الاحتقان الشبه الدائمة والخلافة الحادة بين التيارات السياسية المبثلة فيه ما تسبب في بقاء عشرات مشاريع القوانين الهامة في الرفوف وفي مقدمتها تركيز المحكمة الدستورية ومشروع قانون مجلة المياه واستكمال تركيز الهيئة الدستورية التي استعصص على البرلمان منذ الولايات السابقة كما عجز البرلمان السابق على تبليل مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية الذي ينتظره المرضى والعملون في قطاع الصحة وجاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ستة وعشرين والصادر يوم السابق أنه تم بمقتضى أمر عدد مائتين وثلاثة وثلاثين لسنة ثلاثة وعشرين والفين تعيين لطف البلعزي كاتبا عاما جديدا لمجلس نواب الشعب في موضوع آخر الآن أوضاع متردية وحالة تتسم عموما بالاهتراء والتقادم والافتقار لأساسيات الاستغلال تعيشها عديد المنشات الرياضية العمومية في تونس تدهور البنية التحتية الرياضية يعيق نشاط عديد الأندية ويوثر على ظروف تدريباتها وبالتالي نتائجها في وقت تتعطل فيه بعض المشاريع الجديدة صور صادمة تعبر عن الحالة التي باتت عليها قاعة الحي الوطني للشباب بالمنزه أي على بعد أمتار فقط عن مقر وزارة الشباب والرياضة هذه القاعة التي أصبحت عاجزة عن احتضان المقابلات مقابل استضافتها تمرين بعض الأندية في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مزرية الحقيقة شي حزنها كما ريته معنا كيفاش الحالة بتاع سي توليد تشوفوا معنا صب شوية شتي نجمو منتريني واش معنا هجملة مساج كماعكي كيفاش تحب تكون بيه انت جواريت كيفاش تحب تنظم معنا برياضة نسائية دماش نادي الهلال الرياضي اذطرى لتدرب في قاعة الحي الوطني للشباب بعد غلق قاعته للقيام بأشغال سيانة توقفت بصفة مفاجئة مخلفة تذمر كافة مكونات هذا النادي العريق بشي عملنا باركي الفلوس مصبوبة طويلة بدأت الأشغال بدأت الأشغال وقفنا من عشن الترنيا ومعشنا لعبوا في الساعة بتاعنا وقاول معناتها بدأت يخدم جمع هكترا وهو مش موجود عنده أربع خمسة ما عاش موجود عنا مشروع من 2018 معناها الدولة عطتنا خمسمائة مليون بش نعملوا سالة أخرى مغطاة وقتاش يبدأوا معناتها نتعطق حقا حقا على خاطر الموقع وراءوا خمسمائة مليون من جانبه يعيش نادي الزيتون الرياضية منذ سنوات صعوبات متواصلة تتعلق خصوصا بعدم توفره على البنية التحتية اللازمة للنشاط وممارسة دوره في تأثير الشباب وهو يأمل في أن يستلم قاعته المغطاة في أقرب الأجهر هو رسميه نرافي جانفي وقع التسليم النهائي للاقاعة دونك حذر القاعة نستنىوه نستنىوه يعطيونا يعطيونا رخصة بش نجمونا نبدأونا على الأقل تتمرون فيها هي طواب ما زال في مشكلة مشكلتين كيف 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 مشاكل إدارية ترتيبية مشاكل الزو بروش ما مع الساق ومشاكل الماء بش للخروج مع الوناس إدارة إدارة معنا حاجة أنه ما ما تتحل في 24 ساعة من جانفي طواه شهرين أخرين وثم ملاعب خارجية زادة البرها من الصالة كورت يد وكورت سلة وكورة طايرة منشآت رياضية أخرى تعطلت بها الأشغال التي فاقت حتى الآن عشر سنوات وهي القاعة المغطاة بالمنزه السابع التي ستمثل منتنفسا لأبناء هذه المنطقة عبر توفير فضاء ملائم لتكوين الشبان عوضا عن الملاعب الخارجية القاعة هي كانت تنجم تكون حاضرة عند عامين ولا أكثر شوية المشكلة ديما نرجع للقوانين والمشاكل الإدارية والليزابيل دوفر الصغيرات رأوا في الجهة هذه الكل أنا معندهم شوين يترانيو دونك الجمعية تلزت اللي هي تمشي تكري تيرانيت متع المزاسيس اللي هم عنغلانير جيشتين مترانيوش فيما تنتظر عديد المنشآت الرياضية في تونس حلولا من أجل استغلالها في أقرب الأجل فأن عددا من المشاريع الأخرى ينتظر قرارات تخصيص على غرار قطعة الأرض بالحي الوطني الرياضي بالمنزه التي تعتزم الجامعة التونسية لكرة السلة استغلالها لبناء مركب الرياضي وزارة وشباب والرياضة قررت بدورها تعطل إنجاز عدد من مشاريع المنشآت الرياضية لتوضح عن السبب الرئيس في ذلك يعود إلى محدودية الرصيد البشري الفنية التابع للبلديات وإدارة التجهيز الجهوية أمام عدم قدرة عديد المنشآت الرياضية في تونس على احتضان التمارين والمقابلات ما يعطل نشاط عديد الأندية في مختلف الاختصاصات الرياضية أوضحت وزارة الشباب والرياضة أن الإشكال يكمن خصوصاً في محدودية الرصيد البشري الفني هذا البلديات والمصالح الجهوية لوزارة التجهيز هناك مجهود كبير تقوم به الوزارة هذا لا ينفي أنه هناك إشكاليات معناها تعوق دون تنفيذ هذه المشاريع من أهمها هي النقص الفادح في الإطار البشري الفني في الإدارات الجهوية للتجهيز وفي البلديات ومن هنا هذا يبرر معناها صدور مرسوم رئاسي عدد 68 لسنة 2022 ومن خلال المرسوم هذية سيتم إحداث لجنة عليا لتسريع تنفيذ هذه المشاريع ومثلاً هناك في الحي الوطني الشباب قاعة كبرى المشروع هو إعادة تغطية هذه القاعة تقريباً وصلنا أربع مرات طلب عروض وهناك عزوف من المقاولات لتنفيذ هذه المشاريع وسيتم في القريب العاجل إعادة الإعلان على طلب العروض كما فند مدير البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة تعطل أشغال إعادة ذهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه مؤكداً أن الملعب سيكون جاهزاً في الأجال المحددة ملعب المنزه في طور الإنجاز وأكد أنه سيتم احترام رزنامة التنفيذ وبحول الله أواخر 2024 يكون ملعب المنزه جاهز ولم تتوقف الأشغال بتاتاً فقط هناك إشكاليات فنية تتطرح على مستوى الإنجاز خاصة بالنسبة لمشاريع التهيئة الملعب الأولمبي بسوسة عاد ليدخل حيزاً لاستغلال العمل فارد بعد ثلاث سنوات من الأشغال ما زال ينتظر هو الآخر استكمال القصة الثانية من الأشغال السيد الوزير أذن بعقد جلسة للنظر في استكمال بقية المكونات وهي تركيز الكراسي بالإضافة إلى إنارة المقابلات وصبرات اللامعة والميديا سنتر وبالنسبة لهذه المشاريع المتبقية نحن الآن بصدد بالتنسيق مع الإدارة العامة البنات المدنية بوزارة التجهيز بصدد محاولة الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع حتى يكون ملعب الأولمبي بسوسة قادر على استقبال المقابلات حتى على المستوى الدولي وتعد سلطة الإشراف بتحسين وضعية البنية التحتية الرياضية والإسراع في إنجاز المشاريع المعطلة وهي يعود يأمل جميع المتداخلين في قطاع الرياضي أن تتحقق في أقرب الأجال دولياً نعلن الاتحاد والنقبي الدولي إقالة أميني العام لوكا فيزنتيني مبين أن الإقالة تأتي على خلفية التحقيق في قضية فساد في البرلمان الأوروبي وأبرز الاتحاد الدولي أن لوكا لم يعد يحظى بثقته في منصب أمين عام وأنه سيتم تنظيم مؤتمر عالمياً للسيثنائي في أقرب وقت ممكن لانتخاب يمين عام جديد وأكد الاتحاد النقبي الدولي الذي يضم 338 نقابة من 168 دولة في العالم أنه لم يعثر على أي دليل على تبرعات من قطر والمغرب وكان لوكا اعترف بتلقيه دفعة نقدية تقدر بـ 50 ألف يورو في شكل هبة من قبل منظمة تسمى منظمة محاربة الإفلات من العقاب بقيادة النائب الأوروبية السابق بير أنتونيو باتزيري الذي يعد من المشتبه بهم الرئيسيين في هذه القضية استشهد اليوم ثلاثة فلسطينيين أصيب آخران برصاص قوات الاحتلال جنوب غرب نابلوس ويتزامنوا ذلك مع سلسلة اقتحامات تشنها قوات الاحتلال على المسجد الأقصى جنوب غرب نابلوس وبرصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي استشهد اليوم ثلاثة فلسطينيين واستشهد الفلسطينيون الثلاثة وفق وزارة الصحة الفلسطينية نقلاً عن الهيئة العامة للشؤون المدنية عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عن المركبة التي كانوا يستقلونها قرب حاج السر العسكري فيما تم اعتقال شاب بن رابع كما وصب عاملاني بشضايا رصاص الاحتلال خلال تواجدهما في المنطقة التي استهدثت فيها الفلسطينيون الثلاث وعقب هذه الجريمة أعلنت محافظة نابلوس الحدادة على أرواح الشهداء من جهة أخرى هجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلية اليوم بالنار والمياه المستعملة مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وأجبرت كثافة النيران وضخ المياه الصيادين على مغادرة البحر حفاظا على حياة وبينما تواصلت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي قيودا على دخول المصلين الوافدين للمسجد فيما تواصلت الدعوات المقدسية لتكثيف الرباط وأشد الرحالة إلى الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين السائية لتهويده أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن أكثر من 1200 قتل ساقطوا في صفوف القوات الروسية خلال أقل من أسبوع في المعارك قرب مدينة باخموت وهي محور القتال حاليا بشرق أوكرانيا وقال زيلنسكي في خطابه أن قواته تمكنت من قتل أكثر من 1200 جندي وفي الثقافة الآن تميزت الصهر الختمية لدور الحادي والعشرين من مهرجان الأغنية التونسية التي حضرها جمهور غفير من عشاق الأغنية التونسية تميزت بنم شمل المبدعين وربط جسر التواصل بين الأجيال وقد فاز الثنائي مريم عثماني وأسامة نابلي بجائزة المايكروفون الذهبي لمسابقة الأغنية الوترية عن أغنية مغني ونالت هذه الأغنية جائزة مؤسسة تلفزة تونسية والمتمثلة في تصوير فيديو كليب للأغنية وتوجى محمد علي شبيل بجائزة المايكروفون الذهبي في مسابقة الألماط الجديدة بأغنية مرايا وهي من كلمات سيرينشكيلي والحان وتوزيع محمد بن صرح نهاية الناشرة مشاهدينا الكرام وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في هذه العنوين مجلسه ونواب يعقد لجلساته اليوم بتركيبة جديدة أفرزتها الانتخابات التشريعية وأمال معالقة على دور هذه المؤسسة التشريعية في خدمة مطالب الشعب والتنمية تعطلوا إنجاز عدد من المشاة الرياضية العمومية يعيق تطور الأنشطة الرياضية ووزارة الإشراف ترجع البطف الإنجاز إلى نقص الموارد البشرية الفنية على المستوى المحلي استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص المحتل الإسرائيلي في نابلوس وفرض قيود صارمة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى أشكر وحسن انتباهكم مشاهدين الكرام إلى اللقاء اشتركوا في القناة